وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 172 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 34 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تمضبط 25 طن وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تمضبط 113 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 716 قضية من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تمضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت 313 طن